السلام عليكم كديرينا البنات اللباس عليكم تمنى تكونوا على خير وبخير يبغت نحضر الروز مع الجاج و مع الدنجل هاتم كتشوفو قطعت خيزو مع البصلة درتم كتشحرو بشوية ديال الزيت زيت المائدة هاتم كتشوفو شيجو جمع علقات هكاد الزيت البصلة وخزو كيجيو غزالين معا الروز كيتوتو معا الروز قدرتون كيتشحرو الروز كتديرو نوعية زوينة اللي ما كيتعجج أنا الروز كنت قسلتو قسلتو صفيتو من الماء وغدي نزيدو على ذاك خيزو وعلى ذاك البصلة ونخليهم متشحرو قدرت تشوية ديال الماء دنوس ولا القزبور ولا اللي اللي كتفضلو قدرت تشوية ديال كنور كنور ديال الخضراء را غديدو من بعد ملي نديرو الماء را غديدو معلش قدرت شوية ديال الملحة والبزار خيزو ويبقى لكم حسب الاختيار اللي كتفضلونتو قدرته لموعد ما تقلنوا مجريان قدرت شوية ديال الماء قدرت انرها قادرت شوية الدهج كنور اضطيت البطار اضطيتها مع القدية المرطاق كيف يأتي يأتي من الهزين في الروس بعد مطاب اضطيت زوجي الروس مع الخضرة وهذا استعليه الكفتة اضطيته مع الججج الذجج قدرته الفران اصطيت بصوره ولكن البنات التليفون عمر لي وتدريت ان محي كل شي لحقاش التليفون تبلوك يعني مبغاش يصور لي نهائيا هنا بعدما طاب هذا الجاج حيطف الفران حيته وقدمته مع الروز وهنا هنا درت لي المجال هنا قطعت بصلة وما طيشها قطعتم هكا تروفة كبر انا كنت ترى يجيب الديد على هالطريقة اجبت الدنجالة وخويتها من الداخل حيت لها هادك الدخلاني غادي نزيد وفوق هادك فوق ما طيشها وذك البصلة بعدما تشحروا ركا تجي لديد بحالها الطريقة هادي غا نزيد علي هادك الدنجال ونخليه تشحر معاهم ونعرفين الدنجال ضغيه كي يطيب ولا البصلة ولا ما طيشها هني قطعت شوية ديال الزيت بلديه وصفي هاد بنجال هاده ازدعليه شوية ديال الملحة واش يجينا لديد ما يجيش باسل وشوية ديال البزار والكامون وانتم اللي بغيتوا تديروه بغيتوا تديرو بابخيكة بغيتوا تديرو اي نوع ديال العطرية هنيا مشيت الجزري دحيت شوية ديال القزبور هادك اللي كنت وريتكم داك المرة كان باقي صغير داك تبارك الله كبار هانتم كتشوفو فيه واحد الريحة غزالة كيتواتا القزبور معه شرمولة الريحة ديالو زوينة ونفل الحريرة نحيط المعدنوس داك ثورة بغيتو داك الظرير سوف ترى النعنى هادك المرة هو كبار تبارك الله هو واحد الرواحة فيها غزالة ونحضر نضيف فوق المطيشة والبسلاء والدنجال بلا ما دقيته هكي كرعات الروحة ديالوزوينة وهنتم هنا اللي درت العطرية لهذا الدنجال غنهزها ذاك الروز اللي يزدلو الكفتا انا مع مرية بدرت هالطاريقة البنات بالروز في الدنجال كنت كنت ندير شامبينيو كنت ندير صدر الدجاج مقطع كنت ندير خزو محكوك والقرعا محكوك كنت ندير فرمج من الفوق ولكن هذا بالروز يعني من اللي بقالية الروز درته بعد جاج وبقالية وقلت ندير هادو ليا انا زوج ديال ما كي يكلش الدنجال درته غير ليا انا وصافي ودرته هنا في المقلاية طيب طريقة نديره في الفران الفران كي ما قلت لكم عندي خاسر كي طيب من الفوق وكي ما كي طيبش من تحت هنا درت شوية ديال الملحة والبزار و شوية ديال تدخيكه و شوية ديال الكامون الكامون كيتواتن ماداك دياله مع الدنجال هادك الدنجال وسميتون البصله ماطيشه طابه غننهزها دك داك الدنجال ونحطه في ذاك الهصوص مع الروز طيب والدنجل ضغية كي طيب انا غنغطي عليه غنزيت عليه شي شوية ديال الماء شوية ديال الماء شو نستي الكاس هكذا شي طيب من الدنجل كيف تشوفو قد يطيب غير البخار كيف تشوفو وكيف تشوفو تشوفو وكيف تشوفو عارتي كي يجي لديد البنز كي يجي غزال بهالطريقة وكيف تشوفو الاختيار ليس ضروري تضيرو الروز انا قلت لكم يمحيت اول مرة كنضيرو هكا بالروز ولكن جلد ديال مع الدنجل ومع ذاك العصوص كنضيرو كتلكم غيب الدجاج وبالفخوماج وبالشامبينيو مرة الجاية غنشارك معاكم هذا كلية بالشامبينيو كنضيرو في الفران هنه يدرت الفرماج من الفوق الفرماج محكوك سوف ن lockdown سوف نعضب الفرماج مرتبط سوف يضغيه حتى يطيب لن يضطيب الوقت مهائيا سوف نغطي عليه ونجعله يطيب هنا بعد المدى البنز كالفرماج سوف أزال الصوس وهو عزيج من فوق كتجي لديدة هنه يدل بسبب الفرين والكمية كتبقى على حسب الأفرد العائلة ديالكم أنا هني غير ليابو حدي كي ما قلت لكم زوج ديالي درت له الروز مع الجج مع الجج طيف الفران هو كيبغي الجج طيف الفران في حلف الطاوة ولا شاش ما كي عجبوش الجج يكون بيض كيخسوكين دائما يكون محمر قصافي هانتو مع الشكل نهائي بعد ما طاب وهناي ذاك لاصوس هانتو كي كتبقى تجي لدي دا هاد البصيلة معا ما طيشة تيقوني هالبنت وجربوها كتجي لدي دا تكلوها بالخبيز ولا هاكا ترفقوا معها هاكا الطابق ديالكم هانتو بكتشوفوا الشكل نهائي كي كي يجين كنتمنى لنا لإعجابكم هانتو بناتو بناتو نضير واحد العسر يجيل دا وغزل يجيل حل هذا كتبقى هنا سنحتاج المانج لتطابة مزيان والليمون ونص حمضة وبانانة وهناي نقيت ذاك الليمونة وقطعت هاذاك الحمضة وغادي ندير لهم الماء وغنطحنهم الحمضة كنخليها بالقشور ديالها والليمونة كنحيد لها القشر القشرة وكنطحنهم ما تطحنوش بزافة البنات حتي ولي حتي ولي غبرة هذك الحمض ما تطحنوش بزافة غي شوية شي ضربوشي مرة وجوج وصافي وحبسو خليوا يبقوا في هذك الطرف الحقشي لا تطحنها بزاف كي يجي مر ويلا كنتو كتبغيوا المرورة ديال السيدخون تقدرو تطحنوه بزاف صافي هنه يغاندوز نصفيه غانحاولي نحركها كبال معلقة باش يهبط لينو صافي هوا نملي صفيتو غانقطعت همال بانان والمونغ انا هاد الوصفة هدي المهم اي فخوي عندكم ونفاوكيه اللي كتفضلو اللي عندكم موجودين فالدار انا كنت عندي هذك المونغ كان طايب مزيان وقلت غاد ان نطحنو معاه طريقة ندير الخوخ ولا النيكتاغين ولا اللي عندكم تدير ومعاك يجي يغزال بذك النسمة ديال الخوخ والبانان انا هاد العاصر هادا يعني كان اعتمد عليه دائما في رمضان اعزيز علي هاد العاصر احت الزوج ديالي كي يبغيه انا يقدرت شي ثلاثة اولار بعد المعالق ديال السكر لكم عارفين الحامض سيكون شوية لما ادرنا شفيه السكر غادي يجيكم شوية مجهد صافي كنطحنو كمياد السكر كتبقى على حسب كلها واحد صافي غنعاود نطحنو ونولي نصفيهم عاو تاني وغيتسود ديرو فيها الفخيز اللي قلت لكم عندكم فضار تسفاح اللي بغيتو ولكن اللي كان فضل انايا هو هاد الحامض مع الليمون ونزيد عليه البانان والخوخو والشهدية صافي بعد ما صفيتو هنغنخوف هاداك القريحة بشتي كي يجي اللون ديالو ها هو كيف جاء البنات ها هو كيف جاء البنات هاداك اللي وردتكم قبيلة كان فضو وهذا عاو تاني كان الليل كيف يبنش مزيان بقيت هاد الفطور كيف جاء رائع اللي كي يبغي لمادق ديال الحامض وديالليمون وهنا يا البنات قدرت هادا لصالة ديفخوي كنديرا دائما في الفاجر في الصحور هناك ما قطعت قطعت القاس وقطعت البتيخ والفريز وتفاح والبانان ووزع لهم دانون دباني وكي يبقى لكم اختيار لأي فاوكا عندكم ماشي ضروري يكون الانواع كاملين اللي موجود عندكم في الدار صافي انا قطعتهم خلط معهم عفوان هاداك دانون ووزعته في الكووس ووزع لها لكخيم فخيش كتجي غزان لكخيم فخيش مع هادا الفواكه ودرت عليهم الفوق شكولات هاتوا كي يجوا هادا في الصحور هكا الواحد ذي يكل شوية دي الفواكه نيت مرة كندير الفلو مرة كندير هكا الفواكه كنتمنينا الاعجابكم على البنات وما تنسوا ليشمال لايك واشترك في القناة ديالي وكان شكركم بزاف والسلام عليكم شكرا